كنت في القديم قبل تطور العلم كانت الطريقة الوحيدة الممكن من خلالها تحديد جنس الجنين هي ملاحظة الشكل الخارج التطور الذي حصل في العلم يجعلنا نعرف أشياء أخرى التي تدخل في تحديد الجنس مثل الهرمونات الجينات كروموزومات إلى آخر في المدرسة في الدروس الخاصة بالتوالد كان تعلموا أن كل الذكور عندهم قديم وخصيتين هرمون ديستوستيرون طالع كروموزوم اكس واي ولكن في الواقع كان الناس لم يكن لديهم هذا شيء هذه الناس اسمتهم انترسكس أي عندهم ما يسمى بـ او ديس ديس كاختصار مثلا نخدو الهرمونات المفترض أن الايستروجين يكون طالع عند الإناث والتيستوستيرون يكون طالع عند الدكور هرمون تيستوستيرون مسؤول عن تطور الصفات الجنسية كالعدلات الخشونة في الصوت كذلك الأعداء الجنسية الداخلية والانترن والجنيتيلية ولكن خاصه يتحول عن طريق أحد الأنزيمات لديهايدرو تيستوستيرون بشيطور الأعداء الجنسية الخارجية وهكذا يمكن أن يكون الشخص غير متطابق داخليا وخارجيا بسبب غياب أحد الأنزيمات يعني يمكن أن يكون الجهاز التناسلي من الخارج يتضمن مهبل البذر غشاء البكرة ولكن من الداخل لا يكون لمابيض ولا رحم بما أننا نريد الهدرة على غشاء البكرة فهذه فرصة لتعرف أن الكثير من الثدييات إلى جانب الإنسان لديهم غشاء البكرة بحل الشمبانزي الفيلة الحيتان لاما وحيوانات أخرى واحد منهم يعتبرها معيار للشرف مفاجئة بالإضافة للهورمون خلايا الإنسان بها 23 زوج من الكروموزوم واحد من هذه الكروموزومات مسؤول عن تحديد جنس الجاني البوايضة دائما تعطينا X والحيوان المناوي ممكن يعطينا X أو Y وبالتالي الحيوان المناوي هو الذي يحدد جنس الجنين إذا الجنين أخداء XX يكون أنثى وإذا أخداء XY يكون ذكر عادة هذا الشيء يوقع ولكن في بعض المرات إنقسام الكروموزومات يقدر يعطينا شخص عنده XXX أو XY أو XXY هذه الحالة تسمى ب هذا الناس يكون عندهم كتلة عضلية قليلة وهرمون تستوستيرون نقص وتدخم الثدي بحل اللي عند النساء عاد كين اللي عندهم غير X وحدة هذه الحالة تسمى ب أو متلازمة عادة هذا الأشخاص يكون قصار يكون عندهم مشاكل في القلب يكونوا غير قادرين على الإنجاب مجموعة من الكائنات الحالة والخلية الأخرى يوقع معها حاجة قريبة لهذا الشيء كنتكلم على بيوليترو غيناندرومورفيزم واللي هما كائنات حية اللي النصف ديالهم ذكر والنصف الآخر أنثى هذا الشيء يوقع بسبب خطأ في انقسام الكروموزومات في المراحل الأولى ديال الميتوسيس أو الانقسام المتساوي مثلا عوض ماكو الخلية تاخد XY الخلية تاخد X والخلية الأخرى تاخد XY هذا الشيء ينتج كائن حيي نصف ذكر ونصف أنثى نرجع للإنسان بالإضافة للهرمون والكروموزوم كان على الأقل 25 جين مسؤول على التمايز الجنسي والصفات الجنسية عند الإنسان مثلا الجين SRY يلعب دور مهم عند الذكر ولكن إذا ظهر عند الإناث يمكن أن يجعل الجسم ينتج خسيتين عوض مبيضين كذلك يمكن أن يخلل في أحد الجينات بحالة RSP01 يمكن أن يجعل الأشخاص الحاملين لكروموزوم XX يكون لديهم OV-Testis والذي هو عضو خسية ومبيض في نفس الوقت في أغلب الحضارات هذه الحالة الإنترسكس عاشوا بخير وسط المجتمعات بل كان بعض منهم يمارس مع الذكر ومع الإناث وكان روايات عديدة في تاريخ اليهودي اليوناني السومري والإسلامي اليوم مثلا في أحد الرواية الإسلامية كان في العرض رجل يقال له عامر ابن الضرب فجاءه مرة ركب فقالوا يا عامر لدينا إرث مال ونريد أن نقسمه وأحد الورثاء له آلة رجل وآلة ذكر نعطيه على أنه أنثى ونعطيه على أنه ذكر قال فرجتها عني يا سخيلة أتبعي الحكم المباة إن كان يبول من آلة الذكر أعطيه نصيب الذكر وإن كان يبول من آلة الأنثى أعطيه من نصيب الأنثى إن كان يحملوا العالة قال لها ما ظلامتك؟ قالت إن لي ما للرجال وما للنساء قالت وأعجب من هذا قال وما هو؟ قال جامعني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت فولدت منه قال شريح فإن أمير المؤمنين يعني علي ابن وبيطال يقضي على المبال قالت فإني أبول بهما جميعا فاش كنتكلموا على سكس كنتكلموا على كل ما هو بيولوجي فاش كنتكلموا على جندر كنتكلموا على ما هو اجتماعي ونفسي بالدرجة الأولى البسيكولوجيكو الجندر هي حالة من الوجود مرتبطة بالعقل وبالنفسية لهذا الشخص أي كيف يحس هذا الشخص ممكن يكون هذا الشخص ظاهريا أنثى ولكن تحس على أنها رجل هذا الشيء يسمى بـ أو الجنس اللاوعي يعني في اللاوعي تعتبر نفسها رجل ولكن عندما ترى المرأة تجد شيئا أخرى كذلك كان الجنس المجتمعي وهو ليس شيئا حاجة التي تولد معنا بل هي التوقعات المجتمعية التي تفرض على الفرد من طرف المجتمع مثلا المرأة يتفرض عليها نوع من اللباس طريقة في الكلام والمشي الدور الذي سيتلعبه في المجتمع وأشياء أخرى التوقعات المجتمعية تختلف من المجتمع الآخر إذا نريد أن نفهمها جيدا مثلا المجتمع النحو البيض غير الملقحة من الملكة تتحول الذكور البيض الملقحة تتحول الإناث يعني يوجد سكس ولكن يوجد ثلاثة الأدوار المجتمعية لأن الإناث من بعد ما يفقص البيض تنقسم العاملات أو تتحول الملكة انطلاقا من الحمية الغذائية التي تقدم له هذا الـ كانت في مجتمعات عديدة مثلا الشعب كالناكا ملاوي في هواي بالإضافة للذكور والإناث لديهم الماهو والذي ممكن أن يكون الذكور أو الإناث بيولوجيا ولكن يلعب الدور المجتمعي بين الذكور والإناث والمجتمع الذي يحترمهم باتبارهم معلمين لرقصة الهولو في ألبانيا، كوسوفو ومونتونيغو لديهم البورنيشا والذي بيولوجيا إناث ولكن يلعب الدور المجتمعي للذكور كذلك المخصيون المخصيون والذي كان يتم إخصائهم من أجل العمل في الجنس في دور العبادة، الحرس المالكي أو كجنود مجموعة من الحالات اللي عندهم الـ DSDs يتطروا أنهم يقوموا بعمليات اللي في بعض الأحيان كتكون خطيرة وغير صحية غير بشي سير النظام الثنائي اللي كيفرضوا المجتمع لابدتوني ترى تخزين البعادة عبداية دقائقين تقوموا بحرامة الجنسية تجعلون بحرامة لعبادة تجربة مخصوصف لأنهم يبدو انقابة مخصوصف تظاهر المخصوصف هذه الأحيان تقوموا بحرامة لديهم إيجابة كثيرا كثيرا تنظيم تتصوصص أجنع أجنع تشبه كمجموعة من الدول بحلال، أرجنتين، أستريا، أستريا، كاندا، دانيمارك وألمانيا، ودول أخرى اللي تخلت على النظام الثنائي الجنس، وبدأت تعطي الحق لهذه الناس اختيارات أخرى من غير ذكر وأنثاف الوثائق رسمية. في المقابل، أغلب الدول ما زال معتمد على النظام الثنائي، وهناك تطرح مجموعة من الأسئلة، ما هو العامل الذي يمكن أن نبني عليه الحكم على جنس الشخص، ما هو الانعتومي، أو الهورمونز، أو الكروموزومز، أو الجينات؟ السؤال الأهم، ما هو الحل عندما يكون تعارض بين هذه الأشياء؟ كل مرة ما زال كنتشفو حاجة جديدة بفضل العلم وعلماء الأحياء، في كل مرة تظهرنا الطبيعة بطفارات جينية جديدة، في نهاية المطاف، طبيعة هي التي تصنع القوانين، وهي التي تخرقهم، هذا الشيء الذي يمكنك تطلع المصادر العلمية التي في صندوق الوصف، فيديو علمي بحل هذا، يأخذ وقت طويل من البحث، السجيل والإعداد، فإذا أعجبك الفيديو، سنكون فرحان أيضا، نشرته لك في الفيسبوك، وما تنسى أن تسابسكروب لكي وصل لك الفيديو الجديد، تهلا. ترجمة نانسي قنقر